وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن جفير أعلن أن فيه لجنة برلمانية داخل الكنيسة الإسرائيلي ستناقش اليوم مشروع قانون هذا المشروع يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين طبعا في استكمال لمسلسل الانتهكات والممارسات الإجرامية اللي بترتكبها دولة الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني يعني هذا القانون اللي بيوصف بالصادم خلينا عرف تفاصيل أكتر معنا على الهاتف أستاذ حسن عصفور وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق صباح الخير رحضيك يا فندم بعد التحية يعني خلينا يعرف من حضرتك قدرة الكنيسة على تمرير هذا القانون يا فندم اللي هيتمه منقشته من المفترض النهاردة لاتنين صباح الخير لكم المشاهدين والرحمة للشهداء فلسطين والشهداء العاجل يرحاهم بالنسبة لبن جفير رحضي اللحظة يعني هو بالأساس أحد ممثلي الفاشية اليهودية الجديدة واحد المشاركين في اغتيار رابين عشان تفقد تذكير بتاريخه وهو يعني من يعني كان أحد خلايا التنظيمات الإرهابية وكان مطلوب للأمن الإسرائيلي ذاته يعني ولكن تحالف نتنياه الجديد هو اعتمد بالأساس على هذا التشكيل الفاشي من بن جفير والفاشي الآخر عندما استلم المهام ما يسمى بالأمن القوم وبالتالي جزء منه بسؤولية الأسرة حاول كل جهده أن يتعامل مع الأسرة بطريقة مختلفة تماما يعني الأحد أشكالها العمل على سمق قانون بإعدام الأسرة التلسطينيين أعتقد هذا الكلام يعني قد يكون ليس من السهل أن على الأقل في هذه اللحظات يمر ولكن كل شيء في إسرائيل الآن ممكن لأنه دولة فاشية بكل وضوح الآن معادش الحديث عن الدموقراطية الزائفة نحاول الغرض تسويقه في يوم من الأيام باعتبارها بلد يعني واحدة الدموقراطية في الشرق اكتشفنا الآن جميعا وبدون أي حديث أنها دولة الفاشية بشرق الأوسط وهذا صحيح تماما يعني يعني الآن نأخذ سياق تفكير بن قفير أنه الإعدام الأسرة مقابل إعدام الكلام في داخل إسرائيل لأن أي شخص يمكن يهودي عربي يأطع أي إشارة يظهر منها أنه ليس مع الأدوان الفاشية على قطاع قصد يتم اعتقاله ويتم تجريبه وبالتالي ملحقته وأعتقد أن نعمل مزاوج بين هذه الثقافة وثقافة بن قفير كل شيء ممكن إسرائيل يعني لا يوجد غرابة على هذه الدولة ولا على تركيبتها طيب ألا يخشى بن قفير من أن ترد المقاومة بنفس الطريقة؟ لأنه هو تفكيره بالأساس مختلف يعني هو لا يفكر بالطريقة النمطية التقليدية شخص يعيش في عالم مختلف تماماً هو يعتقد كلياً أنه هذا حق له أنه هي طريقة من أيد من استعالي اغتيال رابين رئيسه ذراء إسرائيل وهو في الحكم يعني وليس خارج الصلفة وهو في الصلقة كاررابين لا يستمع الاغتيال أي فلسطيني القتل عنده هو هو وصفوترش داعه حرق حوارة يعني البثلة الفاشية ليس سلوك فردي سلوك ثقافي عنده هو جزء من كوينه يعني الفاشيين بالأساس يقتلوا الإنسان ويعتبروا أنه هذا حق له أنه هذا يريد أن يطخر البشرية منه ويبقى هو يعني العرق التفوقي بطريقته وهذا جزء من التفكير الجديد لأن الحياز المطلق للفاشية والعنصرية في الضبط الغربي وفي داخل إسرائيل بمناسبة العرب الآن في أصعب ظروف في داخل إسرائيل للمتابعة الكلمة الآن مضموعة أي كلمة يشتمنها مع ضد الحرب ليس مع فلسطين يتم اعتقاله أو ملاحقته طيب يعني في حال أنه تمت الموافقة من قبل الكنسة على هذا المشروع يا فندم هل هناك قراءات أخرى بيمر عليها أو بيمر من خلالها القانون ولا بيبقى الوضع لا لا هو لازم ثلاث قراءات بالأساس ولكن ليس من السهل لأن الأوروبيين والأمريكا لا يستفقوا مع منطق الإعدام في هذا الموضوع يعني أعتقد أنه هذا احتماله ولكن لا أريد أن أضع هذا الموضوع بكث يمكن أن تعبق لأنه ثبت أنه الاستعمار الغربي والولايات المتحدة الأمريكية هي التي الآن أظهرت خدمة إسرائيل لمخططها يعني حرب غزة هي حرب أمريكا وبايدن كشف ذلك في مقاله من أجل مترتبات في شكل أوسط وبالتالي خدمة أمريكا خدمة إسرائيل المخططة الأمريكي قد تتفحها أن تتغاضى عن بعض السلوك وبعض المسلكيات السلاشية الغرب ربما أكثر إحراجا لأنه حتى عندما تورط في التعييد الأعمى لمؤامرة الحفلة وكشفتها عارض يعني يوم السبت نشرت مقال إلكتروني منع أن ينشر تخيله إسرائيل منعت تشر مقال نشر في موقع إلكتروني منعته أن ينشر في صحيح نفسه الورقية وبالتالي أخفته تغمانا والرقاب وقتت ضده لأنه كشف أنه الذي حدث كان مؤامرة إسرائيلية أكثر من هالطبيعين والسلسطينيين هجموا على هذا الموضوع ولذلك الموضوع قد يحدث أشياء كثيرة لا نريد أن نصادر ولكن ليس سهل ليس من السهولة أن يمر مثلة إعدام الأسرة ولكن كل شيء ممكن مع هذه الدولة التاشية طيب تقدم هذا القانون للكنسة ثلاث مرات في السابق من وجه نظر حضرتك لماذا تم الإعلان عنه في هذا التوقيت هل الهدف منه هو ترهيب الفلسطينيين بشكل مضاعف؟ لا استخدام الحرب التاشية وما يحدث في داخل إسرائيل وتهييج الرأي العام في داخل إسرائيل لتمرين في تنهاية القضايا لأنهم بيعتقدوا الآن لهذا الجو مناسب عن نية نصيب تعاطف محهم وهم لا يريد أن يشوفونه في التحول بدأ يختلت حتى على الصعيد العالم والأوروبي ضد حربهم على قطاع غزة الباشيين لا يفكروا بالطريقة المنطقية عادة كل تفكيرهم ها المنطقة ولذلك نتلك كل شيء ممكن يتعامله معه هو بيعتقد أنه هاي فرصة لتمرين مثل هذا فرصة لوضع آليات جديدة فرصة للانتقام بطريقة مختلفة تحت كل الظروف يعني هاي معركة بيننا وبين اليهود ومستمرة يعني قروا القانون لما قروا القانون هذي معركة طويلة بيننا وبينهم ولا بد يعني عن نصف تاخذ كساعة فرستين طيب أستاذ حسن بالنسبة لا يعني هذا الخبر وفكرة أنه خروج هذا المشروع مرة أخرى لا ألبت فيه من قبل الكنسة يعني لو نظرنا إليه فندم بنظرة موضوعية يعني كيف كيف ترى أو كيف ينعاكس هذا المشروع أو الحديث عنه الآن لو قرنا أو لو بنكلم على نعكاس على حتى التوصل لاتفاق بالنسبة للأسرة الإسرائيليين يعني هل يطينا أي دلالة على السلوك الإسرائيلي أو الرؤية الإسرائيلية بالنسبة للتوصل للاتفاق للأسرة الإسرائيلية لنسبة ضرورة بالمناسبة إسرائيل شروط الهدن المؤقتة مختلفة نسبيا عن ما يمشع يعني يحط شروط تقريبا إنها طابع محلة خير مرتبطة في الوضع الفلسطيني بشكل عام موضوع الأسر خارج تماما هذا الموضوع سوى عملية إطلاق طرح جزئي لبعض القضايا ولم يشترك وقف القوانين الخاصة بهذا الموضوع ولكن يعني ليس من السهل أن يمر بالطريقة التي يتذكر بها بنكا في دوسماسج يعني الفاشية في إسرائيل الفاشية الأعلى لأنه صار نظام فاشي على بعض يعني هو كل هناك فاشية كثير صريحة واضحة وقحة إلى حد مستفيد حتى لبعض اليهود هي تعمل جاهدة على فرض هذا النمط الفاشي في التطبيق مش فقط في جالة وكل الجوانب في داخل بما فيها ضد اليهود يعني هناك يهود يعانون من هذه الفاشية أيضا أي حديث أي متعاطف يرسم رسمه نحل القضايا الفلسطينية الآن اعتقاس أو منع حديث أو ملاحق أو مطارق ولكن لابد من أن يحضر إلى الشط وهذا الشيء لم يحدث أبساسا يعني يمكن سابقة في تاريخ دولة الكيان الكلمة الآن أي كلمة العربي فلسطيني يهودي ثم كان يكون زائر أجنبي بما فيه خارج يعني واحد خالجي يكتب ضد يحطه يشبع القائمة حرب يتسير عليه يعني وبالتالي جندوا كل قواهم في الدولة الغربية ضد هذا الشخص المعارض يعني توقع أنه توقع كل شيء من هذه الأشياء الجديدة يعني السيد حسن عصفور وزير المفاوضات الفلسطينية الأسبق بمشكر حضاء جزيل الشكر يا فندم على كل هذه الإضاحات ويعني زي ما تبعنا مع حضراتكم النهر ده يتم منقشة هذا القانون من قبل الكنسة الإسرائيل